جزاكم الله خير يقول لقد قمت بأداء فريضة تلحج في عام تسعة أنا وزوجتي وابنتي التي كانت تبلغ من العمر آنذاك السنة الأولى وقد ذهبنا مع بعض الإخوة من المدينة المنورة حيث إقامتنا هناك وأثناء هذه الرحلة كانت توجد بعض السلوكيات من الإخوة في تلك الرحلة التي لا تلغ في مثل هذه الضروب كالشجار وبعض الأمور غير المستحبة في مثل هذه الفريضة وقد تعرضت أنا كذلك بمشادة كلامية مع أحد الإخوة وذلك في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة حيث أننا كنا على موعد سفر في صباح اليوم التالي وأنا جدا نادم على هذا العمل حيث قال الله تبارك وتعالى ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج واجهون حينئذ هل يجب علي من شيء جزاكم الله خيرا؟ الواجب عليك التوبة إلى الله والاستغفار لأن المحرم بالحج يتجنب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه وإن كان واجبا عليه ذلك في كل أحواله ولكن في حالة الإحرام يتأكد في حقه تجنب ما نهى الله عنه ولهذا قال أمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما حصل منكم من ما ذكرت من الأحوال غير اللائقة عليكم بالاستغفار والتوبة والله يغفر لمن تاب اشتركوا في القناة